اشتركوا في القناة في المجال كنت انا لسه اقولك قصة انت يقولك كم سنة انت خطفتي الموضوع على طول طيب بصي بقى معينا كده شوية اسئلة شوف بقى شطرتك فيها بصوا على فكرة هي مايا ميكا بارتست كويسة جدا جدا في اسكندرية بجد يعني في حد بيبقى معروف جدا وفي حد بيبقى لسه مبتدئ في المجال لا مايا معروفة جدا انا كل ما اكلمها كنت بلقيها على طول بتعمل العرائز طيب مفيش الاول باكتجات للعرائز حلوة والله هي وفي عروض دلوقتي حلان بجد حلوة حلوة يعني طبعا مايا خلاص مايا عندها عروض هيظهر طبعا ارقامها والفيسبوك وكل حاجة قوليلي بقى يا مايا تنصحي اي بنت بايه او تنصحي اي بنت ازاي تطور نفسها في مجال الميكاوب ده اموما انا عايزاك تتكلمي عن الميكاوب ارتست وعزاك تتكلمي عن البنات عموما بسي الميكاوب عموما لازم هي تكون حبة ده من جواها لان لو هي مش حبة مش هتعرف ان هي تطور من نفسها يعني مش مثلا ايه يعني هي حبة الميكاوب درت نفسها هو من جواها لو هي حبة حتلاقي نفسها اصلا بدأت تعمل كتير فهما قصدي فهو الميكاوب عموما لازم انت تكوني يعني بتتفرجي كتير بالممارسة يعني بالضبط بتتفرجي كتير بتتفرجي يعني دلوقتي السوشيال ميزيا بقت كتير قوي دلوقتي بنعمل فيزيوهات وحاجات منزيفة ساهلت على البنات كتير قوي يعني مش محتاجة ان هي اصلا تخليها تبقى مش فاهمة كتير طيب ميكاوب عموما لازم مش هواية بس لازم كمان تبقى دراسة فلو الهواية بس مش هتتزي برده اكتر مش هتبقى فاهمة مع انواع البشرة مع اختلاف الملمة بس الله يا مايا بشوف ساعات ناس مشاطرين جدا في مجال الميكاوب عموما وعايز اقولك ان انا بشوفهم بيبقوا فعلا كانوا واخدانها هواية ومخدوش اي كورسات وشاطرين جدا في الموضوع ده بس هي بتبقى موهبة زي ما قلتلك بس هي ممكن تكون موهبة بتبقى عالية شوية بس يعني انا من وجهة ناظري لازم بيبقى لتنين طيب معين سؤال بواحدة بتقول ازاي حاول ميكاوب النهار اللي هو بتاع الصبح يعني لميكاوب صهرة بخطوات بسيطة يعني ما توقتش بقى تمسح كل ده من الاول تاني بس يعني احنا عموما ميكاوب النهار بيبقى حاجات خفيفة يعني ان كان الاي شادو او البلاشر او الروج بيبقى حاجات مثلا خوخي المشمش الحاجات اللي هي اللي عارفة النوت قوي اللي ما بتبقىش فيها لايت كتير او هايولايتر وحاجات دي تمام؟ هديه هتبقى عاملها حاجات الاساسية خالصة الحاجات مثلا اقولت لك النوت الحاجات اللي هي اللي أعرف انت حاجات ب comidaة طبع البشرة Señأت بدونا بنا عistics نا احنا تبقى قريبة منها هتيجي بالليل هتزود بقى عليها الحاجات اللي هني هيلي طرى شوية الحاجات اللي هي بتبقى فيها لمعة شوية الروج بيبقى اقوى شوية مثلا عندك الاحمر همبيتي الحاجات اللي هي بتبقى اقوى شوية لبلبلصلة عموما اما يعني الصبح لازم تبقى مهتمية بالهداوات بتاعتها شفت يا جماعة ميكا بارتست رقيقة كده رقيقة قوي وعاصل قوي والله حاجة حلوة كده بصي بقى أنا عايزة أو قريت يعني كذا قصة كده إن كانت فيه واحدة صاحبة بيوتي سنتر عملت مشكلة واتهمت واحدة بالنصب بسبب إن هي روحت لها على إنها تحط لها ميكا بسوري تمام وهي أصلا كانت عروسة فدايما بيقولوا لي معظم الوقت ليه بيحصل كده عشان ميكا بسوري بيبقى دايما أرخص من ميكا بالعروسة بتاعت اللي هو الفرح أو الخطوبة إيه السبب يمويا بسي هو بيحصل كده قوي مش لازم يبقى صوري بس لأ دا فيه ناس عروس كمان بتيجي مثلا تبقى خطوبة بتيجي تقولك زفاف وتيجي تقولك أنا خطوبة طيب يمويا صور مويا هي جماعة الصور هي معينة على الشاشة بتاعت العروس كلمين عنها دي زفاف دي موضل دي كانت عاملة ميكا بسي هو زي اللبناني شوية يعني نوعه هو لبناني شوية اللي هو الألوانات اللي بتبقى عارفة انسي مدية على البينكات شوية بس فهي هي أصلا الموضل كتأمور يعني من غير حاجة طيب اللي بعديها اللي بعديها اه اه دي ويزي برضو نفس الكلام حاجات البينكات دلوقتي الموضل بتاعت الألوان بتاعت الميكا بزي ما انت شايفة كده البينكات الكاشميرات الحاجات اللي هي اللي عارفة انسي بباربي شوية هي عمولا البينكات والحاجات دي بتليق على كل البنات صح؟ بس هي بتليق على كل بس في ناس ما بتبقاش برضو يعني البينكيات دي ممكن البينك والحاجات اللي هي دي ممكن برضو مثلا لو صامرة قوي مش هتليق معاها قوي هي بتبقى عايزة المتوسط بس هي عمولا بتفتح اوه طيب كملنا هنلقم عليش يا جماعة بس نقف عن تصورة دي كملي بقى موضوع الميكا بالسوري ده السوري عموما السوري بيبقى غير العروسة بتفرق في ايه ماتيريا بتبقى زباك يعني استبت بتاع الماتيريا بتبقى اكتر شوية بس في ناس فعلا يا موية بتستسهل بتقول انا فعلا اسهل اروح اعمل ميكا بالسوري احصل لاني طبعا ده الباكتجات تبقى غالية فعلا فرقش هيسع يعني انا بشوف مثلا انا مش عايزة اذكر اسعار بس بلاقي مثلا في ناس ممكن تعمل حتى لو بمتين جنيه ميكا بالسوري في حين انت لو جيتي قرنتيب ميكا بالسورة او خطوبة لا فرقش هيسع ففي ناس فعلا يعني تقول لك انا يعني بيعتبروه نصبه هما بيعتبروه نصبه من الميكا بالسورة وميكا بالسورة بتعتبرو نصب ان هي جاية تعمل ميكا بالسوري وهي اصلا قريضي عروسة ما هو بسي هو الاسعار احنا الواسي بقى انا يعني المجال ده بقى كثير قوي تمام تمام هي الاسعار بقت بتزيد ففي ناس برضو انا بسي حواليك حاجة بس انت ما يعني نبصيها في حتة ان انا ايجي وليلي مش مش مشكلة ننسي سوري يعني وليجي ننشي سوري تمام بس المتيريال دلوقتي يعني المتيريال بقت عالية يعني ان كانت سوري او عروسة كده كده هي المتيريال بتبقى يعني مش مش كوبي او اللي هي مثلا حاجة طب يا موية معلشي طب اصلا يعني في كل ميكا بقارس بتعت تقول انا المتيريال بتاعتي اوريجنال انا المتيريال بتاعتي كويسة طب ونعرف منين لا بتبين والله مشي بس فيه ناس ما بتفهمش فيه ناس يا موية أصلا ما بتحطش فما بتفهمش أصلا هي المحتوط لها ده صحة ولا غلط لا بس يا حوامانها زي ما قلت لك ما فيش دواسي بانت هاتي لي بانت ما بتعودش على اليسيوب مثلا وتشوف بقى الفيديوهات وتشوف إيه الحاجات اللي بتعملها أنا والله يا ألا لا 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 تقوليش يا كده بقى مينة والله عادي جدا بس لأ حيبقى عندك برضو دراية يعني إيش هيبقى عندك دراية بس هي فعلا هي بتفرق في ميكب تفرق مثلا في اللوك بيبقى معلش يعني مثلا إنتي هتجيبلي عروسة تمام؟ وهتجيبي صوري هتلاقيها ومع ذلك بصي يعني في عروسة بتبقى عاملة ميكب سوء يعني ميكب هذي جدا بتيجي تقولك مثلا ما عينوش يا موية أنا عايزة ميكب هذي صح وبتبقى دافعة باكج بس تيجي تقولك أنا عايزة ميكب هذي بسي هو كل ملامح يعني كل واحدة ملامحة تختلف ممكن تيجي ملامحة مثلا تبقى رائية قوي وملامحة هي ما تباش محتاجة ميكب طيب انت يا موية لما بيجيلك حد قبل الفرحة أه بسي انت بتعمليه لو انت اللوك اللي هو عايزه ولا اللي انت شايفها عليه بتقولهوله أصلا بسي أنا في نسك في بيبقى مثلا ايه معظم العرايس تيجي تقولك ايه أنا عايزة صورة زي دي طيب اول حاجة بارد عليها ملامحك لازم تبقى شبهها مش هقولك مثلا كوبي منها لأ ما شبهها اه حتيت ان انا اعمل اعمل مثلا حاجة انا مثلا وانا شايفان هي حتلي عليها وجابلي حاجة عايزة نفسها ان هي اول ما بيجي بسأل العروسة مثلا بقولها انت بتبقي عايزة مثلا الميكب ايه هذي اه اصلا كل واحدة زوقنا مزي بعض اه طبعا باللي بيليق عليها صح صح ساهمة بقى ساعات اوقات اصلا بيشوفوا ان الميكب ارتست ممكن اصلا يكون زوقها مش حل وتعملك ميكب زي الزفت فهي بتيجي بقى ساعة تتفلصف عليك وتقولك لأ انا عايزة الميكب تا مع ان هي مش عارفة ان ممكن تكوني انت شايفة ان الحاجة دي هي اللي لايق عليها او انت طبعا درسة كل الوشوش فعارفة ايه اللي بيليق على وشة نفسها بالضبط ما هو ده انا بقول لها انت ايه حتيجي انا بخيرها او بشوفها هي انا خلاص ببقى شايفة طبيعة وشها عملة ازاي تمام اه في مثلا زي العيون هو الميكب عموما عيون صح فانا مثلا العيه جيفني عنيها مثلا واسع مثلا ومحتاج مني شغل فتيجي تقولك مثلا ايه حاجة ايه تمام حنعمل الوانات رئيئة بس باختلاف ان احنا هنقطر شوية نبرز العين مهما هحط حالي نفسي برضو في مساحة عندي لسه فضية طب ايه ما هي الفرق بين الميكب اصلا الخليجي والمصري في اختلاف بسي اه بسي اه اه وفي حد بتلوبه اصلا هقولك اه انا جاتلي عروسة كانت حطها ميكب فول ميكب جاي بتحجز مايه حطها فول ميكب اه فالدرجة ده نقطرها طب انت جاي تحجزي عندي ليه يعني انت انت جايلي ما شاء الله برموش بجايلي فول ميكب فهتبطر ان انت تغيرها النمط يبقى ما بين اللي هو الميكب المصري او الميكب اللبناني والخليجي ده بقى بيبقى عارف انت فيه بقى كمية رسومات اللي هو القح اللي بقى الكتير العيلينور كتير الرسمة ذات نفسها بتبقى برزة العين قوي اللي هما هناك بيحبوا قوي العين المكحلة والرموش التقيلة فده هو ده اكتر حاجة ممكن عارف انت ده خلاص هو ليبل يعني اكتر حاجة في الميكب طيب ايه انت يعني اكيد انت الايام دي فيه اه الوان كتير طلعة جديدة ومروجات وكده ايه الالوان يطلع في روجات جديدة وايه الالوان يطلع في الجفن والحاجات دي الحاجات الجديدة يعني زي ما قلتلك هي الالوانات الجديدة حتى الشيطة اللي احنا فيها دلوقتي اللي هو الخوخي المشمشي فممع؟ الالوانات اللي هي دي هي دي اللي حتلاقيها دلوقتي بقت العرائس حتى متركيز عليها وحتى يعني بتناسب عرائس وبيتناسب كمان الناس اللي هما بتطلع الجماعات البنات اللي بيخرجوا خروجة عادية ده بقى ده تضلع انا شايفها هو مش عشان بالاحدث في الالوان او كده برضو هو الالوان اللي تليق على البنات عيد من القديم وهو ده اللي انا قلته لك في الاول ليني كل واحدة ملا ما حب تختلف وكل واحدة ليها ستايل معايد انا ممكن اقنق يعني انا ممكن دلوقتي يعني انا ممكن دلوقتي يعني انا مصلا ايه في مسلا بانوتس يتقول لك لا انا عايزة الميكاب رائي فمهم حتقنعيها خلاص هي مقتنع ان هي مش عايزة تحط حاجة غير ان هي تبقى رائية بس بيليق عليها يعني في الاول في الاخر اللي يليق عليها طيب ازاي سبت الروج بقى المدة طويلة اطول مدة ممكن اصبت مشكلة اي عروسة اه ان الروج ممكن لما ايجي اكل او اي اشرف بس انا اهم حاجة عندي الروج الشفاف ذات نفسها تبقى مترطبة كويس بيباش فيها غمقان طبعا نعملها سكرب بعد كده بنحط طبعا اللون طبعا اكيد ما ترى تبقى كويسة بحيس ان هي برضو ما تعملش معينة يعني ما تتمسح بسرعة تتشال بسرعة كده يعني وبعد كده بنثبتها بلوس باودر بس يكون شفائق هو فيه روجود يا موية بتأثر اصلا على الشفاف وبتبوزها لو هي مركتها مش حالة اه طبعا بتأثر عليها ازاي طيب بسي اوها مش بتأثر يعرف يعني بتخيها مسلا تشقق تلاقي بعد كده لو انت بقى هتتضايق اي مكان عموما لو الميكاب مش مترى بطاعته كويسة هتلاقي البشرة يعني بالذات لو انت بتحطي ميكاب كتير ها فحتلاقي اصلا البشرة بتبقى مجهدة بالذات لو انت حتى بسي انا واجهت نظري ان انت حتى لو بتحطي ميكاب مترية كويسة بس لو بتتعويذي بشرتك عليها كل يوم هتتقزى طبعا اي مكان بقى عيون بشرة شفايف طيب هو لو عروسة او واحدة عندها حبوب حب شبيب طبعا الميكاب ببقى عليها غلط ولا لأ وازاي اصلا اداري الحاجات دي بتتدارها بسهولة ولا بصعوبة بسي انا لما بيجيدي حد عنده عروسة مثلا بتبقى عندها حبوب او مشاكل في بشرتها الاول باسألة طب انت سألتي دكتور او روحتي دكتور يعرف دي سببها ايه؟ ايه اي حاجة حبية تطلع في البشرة ببقى عليها اكيد سبب الا اذا ما تكون دي طبيعة بشرتها تمام؟ ايه وممكن البحبوب دي تطلع نتيجة برضه اهمال بشرة او طبعا وبتطلع برضه نتيجة تنظيف بشرة امم فيه تنظيف بشرة كتير قوي بالذات لو انت بتسمعي عن الحقنة الابرة او 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 وفيه ناس بستخدم حقن كده زي سرينجا تفضل تعمل فدي بعد ما بتعملها تلقيها بعد كده عملت على طول حبوب طيب كميلي مع دي سينا أنا كنت عايزهم بس يعرضونا الصور تاني بس فإن كان الحجوب دي أنا أول حاجة بأسألة لقيتها بتقولي لا خلاص مفيش بنضطر إن إحنا نعالجها بالميك أب إزات لو عروفها الصورة هي 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 دي لا اللي بعديها بقى نعيلي بقى ليهم يا جميع صيني الصور التانية ودي شفردو شوف ناهي اللي بعديها بقى نتفرق أيوة وزي دا بقى بسي هو دا ماكس شوية حتى بسي انت شوفت الألوانات عاملة ازاي دا حتلاقيها بردو في شوية نسبة كده من عارفة انت الكحل التسئيل شوية خليج شوية مع اللبناني شوية اه دي كتا روطة يعني هو بسي نمط بتاع الميك أب دلوقتي الأيام دي حتلاقيه كده نفس ال طيب بايا آخر حاجة عزيات تقولي هالي الطريقة الصح عشان أخلي وشي منور كده بسي أهم حاجة زي ما قلت لك يعني عشان يبقى وشينا كويس في الميك أبو في الطبيعي يعني عشان دلوقتي بيها الطبيعي اني لازم يومين البنت تبقى يعني فيه غسول يومي اني انت تغسلي بيه الصبح وبالليل ده اساسي وترتيب للبشرة وسكرب على قل حتى يعني مش على هو مرة في الأسبوع لازم نشيل خلال جلد الميتة اللي كلها اللي بتبقى في البشرة وتركيمة بقى انت بتنزلي في هوا بتنزلي شمس بتتعرزي الأتربة فكل ده لازم يبقى منظفين البشرة ده اليومي العروسة بقى فيه حاجات كسيرة احنا بنعملها بقى للعروسة اولا زي ما قلتلك ترتيب بنحط برايمر طبعا بنعمل زي كالجين كده للبشرة يعني يعني عالفانسي اللي هو يجدد الخلايا ويجدد دورة الدموية في البشرة وطبعا البقى بتحطي كريم الاساس ده لازم الاساسي كل طبيعة البشرة مختلفة يعني الجفة تبقى غير الدهنية غير المختلطة لازم يبقى فيه كريم اساس تبقى مناسب للبشرة عشان ولا يجير ولا يشقق يعني تلاقي العروسة تبقى تحس انها بيور كده وبعد كده طبعا انت بقى بتحطي كم مثلا لو في بقى حاجات انت بيداريها قبل الميك اوب طبعا لو في بقى زي ما انت بيداريها قبل الميك اوب طبعا لو في بقى زي ما انت بيداريها حبوب هلات فده كل ده بيدارة طيام انا ورتيني يا موية مبسوطة جدا انت كنت معي عايزة اشكرك عايزة تقولي ايه بقى لأي بنوطة بقى في الاخر والله يبسي يعني انا بقولي اي بنت لازم تهتمي بنفسها تهتمي ببشرتها اهم حاجة لاندي مشكلة فعلا كبيرة بذات العرائس لما بتبقى جاية مثلا قبل تبقى جاية وشها تعبين اه تعبين جيدا وبتبقى فيه مشاكل كثير في البشرة فلازم تبقى مهتمية ببشرتها دي اهم حاجة طول ما انسي مهتمية البشرة هتلاقي اي حاجة انسي بتعمليها هتلاقيها تبقى حلوة جدا طيب انتي على فكرة ما كاملتناش بس بسرعة اه مش بسرعة اصديني انا عشان انا اخدتك معلش في التليم انتي ما كاملتناش موضوع الحبوب ده كامل هولنا بقى معلش في الاخر اه انا قلتلك انه هو اهم حاجة اني انسي تكوني عارفة ده سببها ايه ملاهز سبب بقى ممكن تكون نفسية ايه فحد الدارة بالميكاب اه فيه اللي هي عجلة الكونتورينج مش عجلة هي فيه عجلة كده بتاعت مصححة الحاجات اللي بتبقى في البشرة مش لطيفة زي الهالية الحبوب الحاجات زيه فطبعا برضو حرجة تاني حضرنطب بشرتنا وبعد كده هنحط برايمر وبعد كده هنحط خافي عيوب اخضر للحبوب ها يكون اخضر لونه اخضر وبعد كده طبع انتش بتحطي بال ما يا همانتش بتخافيش انت بتحطي كده العروسة وشها في حبوب بتخافي صح اكيد ايه ايدك كده عندك فرش متخصصة انت طبعا بتفتحي الباكت وبتحطي بيها لو عندها اي زيبوهات او ازاي الحبوب دي بالذات طبعا انت بتترمى كل ده بترمى مينفعش ان انت تستخدمها العروسة تانية او لأي بنوتة تانية طبعا انا بقى لا يعني طبعا اكيد فيه حبوب بتبقى يعني اقوى وبتبقى كتير فطبعا ماينفعش ان انا حتى بالروحة قوي عشان كمان انا ما خلاش تنطر في الوش اكتر فبس بس هي بتبقى لي يعني عارفة انا خلاص استخدمت دي لها فبتترمى ما باستخدمهاش تاني بس هي بقى زي ما قلتلي كده انا هو حاجات كده بسيطة بتتدارة ومع الاهم حاجة ان كريم الاساس بيبقى مناسب لبرشيطة عشان مايباش مباين كل دي فهات حتى لو حنخفيها مايباش باين نورتين يا مايا والا رصدكم منور بيكو بيكو اعزائي المشاهدين طبعا برضا عايزش كل مواتين استاني بحبها قوي عال سهولة كده وفاصل وانتظروني موسيقى موسيقى موسيقى